انا مسيحي كنت عايز اعرف من حضرتك كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع اهل الزمة في مكة والمدينة وكيف يقتدي به المسلمون في هذا الوقت لاننا في احتياج الى ترسيخ هذه التعاملات حتى ينمو الوطن ويعيش في امان وسلام واطمئنان ان وليها امر الفتاة بيطلب مطالب جامدة اوي بيطلب على الشاب من دول ما فيش مقدرة خالص وبيصمم عليها ايه ايه يعني الشرع يقولين ايه يفتينا في الموضوع ده ايه حل او يقول اوليها الامور ايه انتشار البعد عن الايمان بنصد الشباب يعني هل ده سببه انتشار السوشيال ميديا ولا هل ده بسبب العولمة الزيادة عن اللزوم ولا ده يعني انخفاض اللي هو الدور الديني ودور الشيوخ في المجتمع عامل كيف اتحرر الانسان الحلال في الرزق مثلا هل المؤمن اللي هو ملتزم وعنده يوكين بالله حتة الهم والحزن والقرب بيتملك منه ده بيتعرض مع قوة ايمانه ده يعتبر ده ضعف من اليمان ولا شي طبيعي جدا هل يا شيخ مثلا ان الراقل واحد لما يتغرب على اكل عيشه برا هل بقى بيقصر في حج اسرته اهلا 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 ازا حضراتكم عاملين دلوقتي طبعا زي كل يوم اتنين ده بيبقى اليوم الرائع بتاعنا لاننا نلتقي بفضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر منورنا مولان بارك الله فيكم واحسن الله اليكم مولانا يمكن احنا شوفنا زي تقرير مع المواطنين وفيه اكتر من سؤال هبدأ بالسؤال الاول وصاحب السؤال قال انا مواطن مصري يا مسيحي وعايز اعرف ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اهل الزمة وازاي المجتمع والناس يقدروا يقتدوا بده عشان نرسخ الشكل ده من المفاهيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا اثمن واقدر عودة نبض الشارع في اسئلة لعلها تسري البرنامج وتفيد المتابعين الكرام اولا اصحح للاخ الفاضل مصطلح اهل الزمة مصطلح اهل الزمة لا وجود له حاليا ليه لان المواطنة جعلت المواطنين على قدم المساواة حيو فلا فرق بين مسلم وغير مسلم ايا كان ديانة او مذهب غير المسلم لكن الفقهاء زمان لجأوا اليه لان ما كان موجود لا رقم قومي ولا جواز سفر فارادوا ان يميزوا في الاحكام التي تخص المسلمين والاحكام التي تخص غير المسلمين اذا لو ازن ليه الاخ الكريم اصحح له السؤال كيف يتعامل الاسلام مع اهل الكتاب مع اهل الكتاب اهل الكتاب طائفتان اليهود والمسيحيون السؤال دقيق وانا احيي هذا الاخ لانه هو سأل سؤال عميق وقال كيف كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة بفضل من الله عز وجل وجيبه بشيء يدخل السرور على نفسه ليس انشائيا في مكة الرسول على السلام لما كفار مكة حصل حرب ما بين الفرس والروم الفرس كانوا عباد النار والروم اللي هم المسيحيون في الشام فالفرس عباد النار غلبوا الروم المسيحيون في هذا الوقت فشمت كفار قريش قالوا اذا يا محمد المسيحيون يعني كأنهم يعبدون ما تعبد هم بقولوا كده يعني وأن الفرس غلبوهم فمن باب الشمات قالوا اين ربكم اذا ينصر هؤلاء فأنزل الله تعالى هذه الصورة المكية المكية ألف لا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إذن الوحي دافع عن مشاعر المسيحيين أهل الكتاب الذين انتصر عليهم الفرس وأخبر الله تعالى وده إعجاز تاريخي عسكري في القرآن الكريم لأن كلمة سيغلبون لو كان القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ما جرع أن يتنبأ بنتيجة معرك عسكري ولكن الذي أخبره الله ألف لا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبلهم بعد وما إذن يفرح المؤمنون بنصر اللي ينصر من يشاء إبهنا جبر خاطر المسيحيين في مكة طب ثلاث حاجات وصححنا يا مولانا لولا فهمت مزبوط خير مباركة فهمت غلط يبقى صححنا أول حاجة أنه ربنا سبحانه وتعالى استخدم سيغلبون فالسين تفيد التأكيد سيغلبون والمستقبل والمستقبل بالزرع وقال بضع السنين وهي عدد عدد آه وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وده حصل في خلاف سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وارضا جميل وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وصف بالمؤمنين وبالتالي زي ما قلت كده جبر بالخاطر يعني مؤمنين انت مؤمن وهم مؤمنين نعم صح كده يعني أنا فهم مزبوط لا صح ماشي خلاص يبقى ماشيني جنبك دايما اللي الله كلم الأمر الثاني أما بالنسبة للمدينة فإحنا عندنا شاهدان أول شيء ننبع السلام ما جاء الاستقصال اليهود وأنا بصح عهدي عالميا الرسالة السلام يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من ضمن ما عملوا المعاهدات السلمية مع يهود يثرب بني قينقاع وبني النظير وبني قريصة تمام أيوه وعمل معهم معاهدات سلمية هم بعد كده غادروا وخانوا دي قصة طويلة بالنسبة ما يخص المسيحين في المدينة فجاء وفد نصارى نجران أيوه في جنوب شبه الجزير العربي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعرفون على هذا الدين الجديد فقرأ عليهم القرآن واستضافهم في مسجده واستأذنوه أن يصلوا صلاة الإشراق وصل المسيحيون في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام رسول الله صلى الله وسلم وأمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شو بقى اللي جاي ولكنهم لم يقتنعوا قالوا قالوا إحنا نستاذنا هنمشي قالوا نمشي سأرسل مع قوة حراسة توصلكم إلى حدود المدينة قالوا اكتب لنا عهدا لعلنا نحتاجه قال لأبي سفيان اكتب لهم عهد وخيلة لمعاوية ابن أبي سفيان لمعاوية ابن أبي سفيان قالت توب لهم عهد فكتب لهم عهد كان من ضمن العهد أن نصار نجران آمنون على كنائسهم وصلبانهم وشعائر عبادتهم وأن إذا أراد مسلم أن يتزوج من نصرانية لا يتزوج بها إلا بأمر ولي أمرها بالإذن أي منعه ورضاه لسه بقى اللي جاي لم تسبق في دستير العالم وإذا احتاجت كنيسة أو بيع إلى مرمه في نجران فعلى المسلمين أن يرمموها من بيت مال المسلمين الله شوف المحبة من بيت إيه مال المسلمين المسلمين ما قالش بقى ده دار ظلام ده دار كف أبدا مش كلام من لأنه هو بلغ للناس ما أنزل عليه الآيار بعمن سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم وبعض له دمت صوامع وبيع وصلواتهم ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة فهذه الروح أخي الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها وأنت كمسيح لعلك تذكر أن السيد المسيح عليه السلام لم يبارك شعبا إلا مصر مبارك شعب مصر أرجوك تنتبه لهذا طبعا لم يجعل باركة وهو باركة لأنه عندنا في القرآن الكريم مبارك أينما كان المسيح عليه السلام السلام علي يوم ما ولدت ويوم ما أموت ويوم ما أبعث وحيا هو مبارك عليه سلام الله وبالمناسبة أخي السائل الكريم بنهنئك ببدء صوم الميلاد المجيد أتمه الله بخير ولعلنا نلتقي نهنئك بعيد ميلاد سيد المسيح سبع يناير على حسب الكنيسة الارضوخصية إن شاء الله كل سنوكونا طيبين طيب السؤال التاني نعم الراجل بيقول أخونا الكريم بيقول أولياء الأمور بيطلبوا الكثير من المطالب من الشبان الخاطبين إحنا وهو بيسأل بيقول طيب المفروض نقول إيه الأولياء الأمور إحنا عاوزين نسهل عاوزين نيسر نقول لهم إيه علشان كمان يقتنعوا هنقول لهم ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة نقول لهم انظروا إلى مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما زادوا أو ما زدنا عن عشرة ضراحب هضرف في دقيقة واحدة مثال بسيط السيد النبي عليه السلام يما بنه هاشم قاله السيدنا علي بن أبي طالبي يا أخي أنت أولا تزوغ فاطمة رضي الله عنه وأرضاها فالرسول سيدنا علي استحيل أنه كان ليملك درهما واحدا فنداء سيد حبيب الرسول قاله أتتزوغ فاطمة قال ليس معي شيء قال أتني بالدرع التي غنمتها في خيبر وفي رواية في أحد فجاء إليه بهذه الدرع أراد أحد الأنصار مجاملة فرسول جعلها كأنها يعني مزادة علي من يشتري درع علي بن أبي طالب كل الناس تسابقوا على هذا الدرع المهمة هي أحد الأنصار اشتراها بمبلغ كبير هو أراد يعني هدية لسيدنا علي بس بطريق غير مباشر السيدة نبع السلام قال يا ستين أم سلمة كانت محبة لآل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين قال يا أم سلمة اذهبي إلى السوق فجاهز فاطمة فاشترت لها رحة تطحن فيها الشعير واشترت لها مرتبة من ليف حسوها كتان واشترت كوز واشترت قصع يأكلون فيها سيدة فاطمة بنت حضرة النهر فاطمة الزهراء اللي أنجبت السادة الحسن والحسين وزينب ومحسن والزموحسن ما الصغير رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يا رب العالمين طيب أنا سألنا كما ولينا هطلع فاصل ونرجع بعض الفاصل نكمل في أسئلة السادة المواطنين من المشاهدين لو سمحتوا استنون يعني طبعا في السياق غير السياق الأصلي كنا بنتكلم على القاهرة وأبناء القاهرة نتعرف كده هيقول لك مثلا دول صعيدة دول سواحلية دول بحروة مش عافية فالقاهريين كده لا هو في ناس قاهريين قاهريين وبالمناسبة بعد سنين العمر الطويل اللي قدروا لك أن القاهريين القاهريين الأحياء الحلوة القديمة بتاعت زمن الناس الحلوة دول من أجدع أجدع جدعان جدعان يعني حوش ساعة الجد فكان بس ده علشان منقشة كده كنا بنتكلم فيها في الفاصل وكنا حتى شريك فيها معانا مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وصيد الفقه المقارن بجامعة الأزهر قال للأحياء القديمة الحلوة بتاعت زمان أنا سكنت فيها سكنت هناك سيدنا الحسين والجمالية والغورية نعم ده في فترة الجماعة وأنا صالب أه وكان فيهم شهامة ما عدنا في أحد مرة جاني ناس من بلدنا العياط وكنت فجئت بهم فانزلت وأنا كده مهموم فراجل بيبيح سيمين في الجمالية الله والله العظيم فتحت نفسه ندى لقاله خد يا مشيخة قلت له خير قال لي ما لك زعلان كده كأنه نور يعني قال لي وقالك ضيوف قلت له آه قلت بتعلي جالك كم واحد وقلت له جالي ستة عمل ستة أرغفة وأغسن بالله جالك ستة وانت هتوقع تتفرج يا مولانا هم لا ستة أرغفة ستات وأرغفة ما نفهم جالك ستة بس هتوقع طب في حضرتك السابع لا ما نقولك بس اللي عمله ثم قال لي آدي ثلاثين قرش تشتروا بها شاي وإذا كان حد بيدخن منهم اعمل له سجاير الله بلد وأول شهر إما يبعثوا لك الفلوس من البلد يبقى تعسدد شوف الجدعانة الله العظيم ابن بلد ابن بلد نعم آآ فربنا يديم علينا هذا التراث صحيح والله العظيم أحسن ناس المصريين دول طب هنرجع بقى للأسئلة تاني في سؤال آآ غير بتاع الإيمان تحر الحلال في الرزق ده عجبني السؤال قال كيف أتحر الحلال في الرزق أقول للسائل الكريم وجزاك الله كل خير أهو الله سأبدأ بشيء قد يكون غريبا كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون سبعين بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام تحري هضر بمثال بإمام الأئمة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أرضاه إمام الأئمة كان يتقوت ببيع ثياب الحرير للنساء لأن الرجال طبعا محرم عليهم إيه لبس الحرير وفيهم الأيام بعد ما راح الدرس ورجع للدكان فالعامل كأنه فعل شيئا يعني يبهج أو يفرح قال له يا إمام كان فيه ثوب معيوب في عيب وأنا نجحت إن أنا أبيع الواحد بالبلد كده لزقوا الحد آه بالزبط فسن هو إجراء البيح كأنه عمل يعني شيء فسن أبو حنيفة نظر إليه قال لن أغلق المحل أو الدكان اذهب إلى السوق وأتني بهذا الرجل الرجل العامل فتش في السوق وجنبات السوق والطرقات والشوارع لم يجد هذا الرجل فرجع قال له لم أجد أحد خلاص الإمام ده رزقه نسقاه الله لك قال له طب اسمع له سيدنا أبو حنيفة قال له انت بيعتب كم اليوم قال له مثلا بيعتب ست دنانير قال كلها في سبيل الله كفارة عن أنك أدخلت في هذا الكسب كسب خبيث وهو غشك لإنسان اشترى ثوبا معيبا شوف أده إيه بقى تحري الحلال قبل ذلك طبعا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضه في يوم جا كده قال لخادمه أتني بالطعام فالخادم أته بالطعام فالخادم تبسم قال ما تتبسم يا غلام قال كنت تسألني دايما في أكلاتك عن اشتريت منين وطبخت وكذا وكذا ولكنك هجمت على الطعام بعد تسميتك لله ولم تسألني قال نعم قال والله الحقيقة أنا لم يكن معي مال فكان عندي دين على رجل قامرته في الجاهلية فأنا قلت أشتري الطعام وأطعمك وثم أسترد مالي منك قال إذا هذا الطعام كان أصله مال بسبب مقامرة بينك وبين إنسان قال والله بس كان في الجاهلية فلما قابلت استرددت منه هذا المال والآن أنا قال لا قال الراوي وقام سيدنا أبكر الصديق عليه رضوان الله بجوار القدار وتقايا الطعام ثم سالت دموعه على خده الشريف وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك مما شربته العروق وهو ملو الزنب إطلاق ما يعرفش فإذا الحلال نتحرى ونختم بحديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه كان خال لحضرة النبي بس مش خالتش إيه لأنه كان ابن عم أم سيدتنا هامنة بنت وهب عليها سلام الله عليها سلام الله وعلى أبيه سيدنا عبد الله بن عبد المطالب عليه سلام الله ناجيان وتخلبك في الساجدين لا أخصم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لأن فيه اتجاهات معينة لها السلفية بيطعنوا في والدي رسول الله لأمور سياسية وليست لأمور دينية المؤمن نيجي بقى لموضوعنا فهنا الله يبرك فيك الإنسان يحاول يحافظ على الحلال ليه بقى سيدنا سعد بقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجابة دعوة لم يقل له أنت من العشر المبشرين بالجنة وأنت أول مرة ميت بيسامين في سبيل الله وأنت خالي أبدا قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة إن الرجل لا يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغزي من حرام فأنا يستجاب له الله أكبر نتحر الحلال انفاقا وزكاة لأن المدار مش على كسرة المال بركة المال قال الله في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض حلو جدا أنا فضلي دي أو نصس السؤال عجبني هل الواحد عندما يشعر بهم وحزن وكرب ده فيه تعارض مع الإيمان لا احنا نفوذ بشرية فينا ضعف كون إن الإنسان يحزن ده شيء بدهي يعني ربنا بيقوله في سورة البخرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَخْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثُمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ نحن العرب مسلمين ومسيحيين في حزن وتأثر بالغ لما يصيب الأشقاء في فلسطين ومحتل لكن هذا لا ينال من الإيمان يعني نحن بنعده الآن ابتلاء وطمحيص وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقنا الدماء وعلى فكرة يعني عاز أقول لك شيء غريب قد يبدو غريبا يعني احنا لا نتمنى الإسلام يعلمنا لا نتمنى إهلاك الناس ولو اختلفت معافي العقيدة ولو اختلفت معافي القومية صدقني احنا بندعو الله أن يعم العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بالأمن والأمان والسلم والسلام وإن ربنا يهدي اليهود لأنه هو الحقيقة جناتهم الورسية ربنا سجلهن في القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله هم ما يعرفوش السلام مش كلهم يعني نعم مش كلهم لا أنا أقول لي سيادتك حاجة أنا لا أقصد اليهود بني إسرائيل هم مش موجودين إلا تلات تلاف بس لكن اللي موجود مش مش الإسرائيليين اللي هم بني إسرائيل يعني لا اللي موجود عصابة صهيونية غاصبة محتلة جاية من أمريكا شمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا نسأل الله أن يحقن دماء الناس ويحل الأمن والأمان والسلم والسلام أمين يا رب مولانا نورتني وشرفتني وأسعقتني وحظنا حلو بأن إحنا كان عندنا زي ما حضرتك قلت كده أسئلة المواطنين عادت إلينا مرة أخرى تبقى مفيدة وحينوة بصراحة ألف 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 شكر لك مولانا كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لإحنادة المواطنة لعودة الإيمانات بخصص بحكونا يعد الأزهاب أيضa